مجزرة مروعة في حطلة بدير الزرح ضحيتها عشرات الأبرياء الإرهاب الغادر يزور مطار دمشق الدولي ولا يؤثر على حركة المطار قلق أمريكي غربي من انتصارات الجيش العربي السوري ودعوات لوقف انتصارات الجيش نشرة التاسعة من قناة الدنيا السلام عليكم قامت مجموعة تكفيرية تابعة لجبهة النصر الإرهابية بارتكاب مجزرة مروعة بحق أهالي قرية حطلة بدير الزر حيث هاجم المسلحون القرية وقاموا بقتل العشرات من أبنائها بما في ذلك الأطفال والنساء وذلك بسبب رفضهم مؤازرة الإرهابيين في أعمالهم العدائية التي تستهدف الأهالي الآمنين مجزرة وثلة من أردتهم بحد نصلها أطفال غضة سنوات عمرهم لا الصغير أذنب ولا الطفل أدرك جبهة النصرة الإرهابية أقامت حكمها في الرقاب امرأة وطفلة وشاب وكهل وهم في جمعهم ثلاثون شهيدا في قرية حطلة بريف دير الزر كما تغير الوحوش أغار يخالطون الشر بالبنادق وفي القرية عائلات كانت للحظة قدومهم تناظر الغد وتعيش تراحم قضاء مصاعب العيش وهناك عصف القتل جنوناً أمام أعين صغارهم وأعملوا ذبحاً فطلب طفل هناك وكلامه في أول النطق طلب ما أن يذهب رعبة ما شاب له فقال أريد أن أشرب وشربت الأرض من دمه وإلى يوم حقه حمل عطشه ومضى إلى السماء وعلى يدهم قتل والذنب أن الذنب أمنهم لم يخرجوا إلى ساح كما طلبت جبهة النصرة منهم فقضوا جمعاً بعد دقائق وفي القتل سقطوا فراداً متلاحقين مجزرة حطلة عرت مال الإنسان من صبره وتحت السماء كتب الشهداء شهداء وكتب القاتل ظالمة يشرع ما حرم الله من دم بنيانه في الأرض أكد وزير النقل السوري محمود سعيد أن الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الأعلام حول تعرض طائرة عراقية لقذائف هاون لقذائف إرهابيين وإصابة عدد من ركابها بجروح مبالغ فيه إلى درجة كبيرة فالأمر لا يتعدى أن إحدى قذائف الهاون سقطت في طرف المطار بالقرب من نهاية المدرج ما أدى إلى توخي الحيطة والحذر حيث كانت هناك طائرتان قادمتان واحدة من اللاذقية والثانية من الكويت فأخرنا هبوط الطائرتين قليلا وأضاف سعيد أنه بعد ذلك ببضع دقائق هبطت الطائرتان بسلام ودون أي مشكلة والطائرتان سوريتان ولا يوجد أي طائرة عراقية بل على العكس كانت هناك طائرة سورية مجدولة للإقلاع باتجاه العراق فبعد تأخير هبوط الطائرتين تأخر إقلاع الطائرة السورية إلى العراق نحو نصف ساعة وقال الدكتور سعيد إنه بالقرب من موقع سقوط القذيفة في طرف المطار يوجد مستودع بسيط فيه بعض الحاجيات فسقطت بعض ألواح الزجاج من نوافذه وتضرر بعض العاملين بجروح بسيطة وطفيفة ولا توجد أي أشياء أخرى وهذا ما جرى بدقة في المطار والحركة السليمة والركاب في صالات الترانزيت والوصول والمغادرة دون أي مشكلة والحركة الطبيعية في المطار ومثل هذه الأخبار الملفقة تعودنا عليها وأيضا الأخوة الركاب والعاملون في المطار تعودوا على العمل في مثل هذه الظروف والخدمة مستمرة وحدات من الجيش أعادت الأمن والاستقرار إلى قرية أبو حبيلات في ريف حماه وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة في قرى وبلدات مسعدة ومسعود وأبو حناية وكليب وكليب الثور وصلبة في ريف المحافظة الشرقي وفي قرية الزغبة كانت مكمنا لعناصر التنظيمات الإرهابية رصدت كاميرا الدنيا حال هذه القرية وأثار التخريب والدمار التي طالتها على يد الإرهابيين الغرف الصفية في زمن الإرهابيين القادمين من عصور الجاهلية المظلمة تحولت إلى مداجن لتربية الطيور ألواح الصفوف المدرسية التي كانت يوما من الأيام منابر علم حولوها بقبح أعمالهم إلى مذكرات عفنة لهم تفوح منها رائحة الجهل والتخلص المدارس حولوها لحظائر إقامة لهم حتى الدواب تنظف مكان جلوسها أما هم فلا كما يصف أحد أبناء قرية الزغبة بريف حما المشهد في مدرسة القرية تلك القرية التي وجدنا فيها تخريبا ودمارا وهدما ممنهجا لكل منابع العلم والحياة ما أشبه ممارساتهم الهمجية بممارسات الدعم الصهيوني لهم ما أشبه طريقة هدمهم للبيوت بين فلسطين المحتلة وهنا يقول شاب آخر من القرية هذه مزرعة كانت فيها ألف رأس من الغنم وخيرها يعم القرية بأكملها هذه أصبحت حالها بعد الحرق والتدمير وسرقة كل ما فيها لكن للجيش العربي السوري كلام آخر طهر أقدامهم غسلت رجس الإرهاب الذي اشتاح القرية فقتلت من الإرهابيين أعدادا كبيرة ودمرت أدوات إجرامهم التي استخدموها لإرهاب المواطنين الأبرياء واستهداف عناصر الجيش الجيش العربي السوري سيبقى الحصن الحصين للوطن والمواطن في وجه الإرهاب كما يؤكد السوري وهؤلاء الإرهابيين لن يصمدوا في أي مكان لأنهم لم ينقصهم يوما أي نوع من أنواع السلاح الخفيف أو الثقيل ولكن كانت تنقصهم الرجلة وستظل هكذا يؤكد مراقبه الإرهابي عناد علي ألحسين لم يشفع له عمره بارتكاب الكثير من أعمال القتل والنهب والاغتصاب في ريف حماه كانت الخطة أن نمسك العساكر من دون إطلاق نار فنحن على الطريق قبل أن نوصل للحاجز يمشوا ثلاث عساكر باتجاه السيارة فهون عرفنا أن الخطة فشلت فوقفنا ووقفونا العساكر طلبوا البطاقات الشخصية أعم عبد الله علي العبيد بإطلاق النار على أحد العساكر الثاني حاجز غمنا بمهاجمت وكان في منطقة التمانعة بريف إدلب كنا حوالي 25 شخص إجا شخص وائل عليوي اسمه وائل عليوي هذا كان يرمي بالغازف فضرب وفجر الدبابة فقتلنا جميع المكان على الحاجز وأخذنا جميع الزخيرة صرنا هذه المجموعة نوقف على طريق استراد حلب حما ونسرق السيارة تتابع للحكومة كمان على استراد حلب حما شلحنا سيارة كانت حاملة سماد كيماوي كمان أخذنا الإبضاع وفوضنا على السيارة مغابل مليونين ونص المصاري أخذناها وكنا نشتري فيها سلاح كنا نأخذ سلاح من عند شخص يدعى عادل هذا الشخص كان من قرية فروان في ريف إدلب كنا نأخذ منه سلاح أنا وشخص يدعى عدنان الموسى ففي المرة الأولى أخذنا أربع بواريد وخمسمائة طلغة وبعنا هذه الأسلحة لشخص يدعى خالد أحمد الحمود وأخوه محمد أحمد الحمود كنا نحضر دروس زينية عند الشيخ حسن ياسر المحمود هذا الشيخ كان خطيب كان من أتباع لواء أنصار الإسلام كان يفتي هذا الشيخ بعمال القتل وعنف والسلب والنهب والاقتصاب والقتل التي كنا نقوم فيها انتهى لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظره البريطاني ويليام هيج إلى ضرورة التسريع بدعم الجماعات السورية المسلحة بما يلزم حسب تعبيرهما بهدف خلق توازن على الأرض أي دعم الإرهاب ومحاولة كبح جماح انتصارات الجيش العربي السوري على الأرض وهو أمر وصفه مراقبون بأنه بداية النهاية للمؤامرة على سوريا تخونة الموقف على الأرض السورية بالنسبة للأمريكيين والأوروبيين زاد من ازدواجية تصريحاتهم ما عكست تخبط وعدم القدرة على لملمة أوراقهم المبعثرة بعد حشرهم في الزاوية وتضييق المساحة عليهم فقد استمع وزير الخارجية جون كيري بإسهاب للخبرات البريطانية بدعم الإرهاب وإنشاء الخلايا فيما أكد كيري التزام بلاده بحل سياسي للأزمة في سوريا المؤتمر الدولي المرتقب حول سوريا هو الإطار لتحقيق هذا الحل السلمي ونبحث في الخيارات الأخرى التي يمكن أن نلجأ إليها وقد أجرينا محادثات حول ذلك الحل السلمي الذي طلفظ به كيري عاد ليناقضه بكلمات خرجت من خفايا نفسه كاشفا أن بلاده تجري محادثات بشأن ما يمكن أن تفعله لمساعدة المعارضة السورية في حربها ضد الحكومة وإن الجهود مركزة لدعم المعارضة كي يتم تغيير توازن القوى على الأرض حسب تعبيره تصريحات تظهر تناقضا وازدواجية واضحة حيث تعلن الرغبة في حل سلمي من جهة وتتخذ القرارات التي تؤجل جسراع من جهة أخرى فوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مصير ومتمسك على النتائج المذهلة التي سيحصل عليها الغرب من خلال دعم الإرهابيين في سوريا طبعا بحكم ما ترى كما لدى الفرنسيين من تجارب التنصيق مع إرهابي القاعدة على الأراضي الليبية حسب محللين بموازاة أحلام أن ينتشر الإرهابيون في سوريا بسرعة وبأعداد كبيرة نشرت صحيفة ديليفيلت الألمانية اليومية أن المخابرات الألمانية في تقرير لها أشارت إلى أن نسبة من يحملون الجنسية السورية فيما يسمى الجيش الحر لا يتعدى الخمسة بالبئة بينما العدد الأكبر يعود إلى جماعات أصولية تأتي من ليبيا ودول أفريقية للجهاد في سوريا بدعم رسمي من دول عربية خليجية وهي مجموعات أخطر من القاعدة أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع القادم الأوضاع في سوريا والتعاون الاقتصادي بين موسكو ولندن ونقلت وكالات روسية عن كاميرون قوله في تصريح صحفي أمس إن لديه علاقات جديدة ونزيهة مع الرئيس بوتين مضيفا لا توجد بيننا مواضيع لا يمكن نقاشها وستتناول المباحثات المقررة في السادس عشر من الشهر الحالي التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وروسيا وبعض جوانب التجارة والاقتصاد التي تم تطرق إليها في سوتي كما سنتحدث عن سوريا لا يوجد مواضيع من المستبعد دمجها في أجندتنا من جهة أخرى قال كاميرون إن بريطانيا تنوي استغلال دورها كدولة مضيفة لقمة مجموعة الثماني الأسبوع القادم لمحاولة الجمع بين طرفي الصراع في سوريا لحضور مؤتمر سلام وقال كاميرون أمام البرلمان علينا أن نستغل قمة الثماني لمحاولة الضغط على كل الأطراف لعقد مؤتمر سلام واتخاذ خطوة نحو تشكيل حكومة انتقالية في سوريا مفتي الجمهورية العربية السورية فضيلة الشيخ أحمد بدر حسون يقول إن أمريكا وفرنسا وبريطانيا يدعمون الإرهاب في سوريا وأن بريطانيا ترسل السلاح إلى المقاتلين الشيشانيين والأفغان في سوريا وأن هذا السلاح سيعود إلى بريطانيا وأن ما يحدث في المنطقة لي يبقى محصورا فيها وإنما سينتشر إلى أنحاء العالم المفتح السون وخلال لقائه مع أعضاء الوفد البرلماني والصحفي الأوروبي وضح صورة الإسلام الحقيقي في سوريا الإسلام ذي الرسالة الإنسانية المحب للسلام المناهد للإرهاب وقال لأعضاء الوفد في الحديث عن الأزمة السورية إن هذه الحرب التي تشن على سوريا تقاض من الخارج وليس من الداخل وأن إسرائيل هي المستفيد الكبير منها وفي معرض حديثه عن المجموعات التي تعمل باسم الدين الإسلامي أكد فضيلة المفتي أنها إنما تعمل لتشويه الإسلام كل ما يحدث الآن في سوريا هو الذي يؤكد أن الحوار هو الحل الوحيد وأن كل من حمل السلاح سيخسر المعركة لابد والسبب أن الشعب السوري ما عاد يتقبل لا الفتنة الطائفية ولا الفتنة المذهبية ولا الفتنة السياسية لأنه هو الذي يدفع ثمن من دماء أبنائه ولذلك أقول لهؤلاء المغرر بهم والذين لازلوا يحملون السلاح وتعدهم أوروبا أو غيرها من ورائهم أننا سنعطيكم لمعركة حلب لمعركة الداير لمعركة أقول لهم كفى إنهم يشعلون المعارك في بلادنا لا في بلادهم لذلك هؤلاء الأوروبيون الذين جاءوا الآن من عدد من بلاد أوروبا استطاعوا أن يخترقوا هذا الإعلام الكاذب الذي يشوه صورة السورية في أبنائها وفي ماضيها وفي مستقبلها استطاعوا أن لا يؤجروا عقولهم البروباقاندا الإعلامية تحاول تصوير سوريا وقد تحولت إلى ساحة حرب يقتل فيها السوري شقيقه السوري لكن ما رأيته أنا من خلال زيارتي إلى دمشق يعكس خلاف ذلك كنت مرتاحا بالتجول في أنحاء المدينة ومن دون أن أشعر بالخوف أو القلق ما أعنيه بأن الناس هنا يعيشون حياتهم الطبيعية من الواضح جدا أن هؤلاء المتمردين والمقاتلين في سوريا هم عبارة عن مجموعة منظمة ومدعومة من الخارج وهم أناس وحشيون ومتطرفون للغاية جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلق التأكيد على جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمواطنين ومواجهة جميع الحالات الطارئة ولفت الحلق خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعة إلى أن الحكومة تدافع عن الوطن بكل ما تستطيع من خلال أجهزتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية منوها ببطلات جيشنا الباسل الذي يحقق انتصارات متسارعة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات والبدء بمرحلة البناء وإعادة الإعمار وأشار الحلق إلى أن الهدف الأساسي من اللقاءات التي تجريها الحكومة مع أعضاء مجلس الشعب هو الاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والعمل للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي في المناطق كافة واستمع الحلق إلى المشكلات والاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الشعب حول محافظة درعة حيث أشار إلى ضرورة إنشاء وحدة لتعبئة الغاز في المحافظة وإيجاد آلية مناسبة لتوزيع السلات الغذائية ومحاربة الفساد والحد من الهدر ومعالجة أوضاع الموقفين والمخطوفين وتوتين الصناعات المحلية بما يتماشى مع إنتاج المحافظة من مختلف المواد الغذائية والزراعية وتأمين فرص العمل والاهتمام بالواقع التخطيطي والتنظيمي للمناطق والمدن بما يراعي الوضع البيئي والصحي للسكان في مناطقهم لحل مشكلاتهم بالطريقة الأنسب وبأسرع وقت بالتعاون مع السلطة التنفيذية الإرهاب الذي ضرب مدينة حلب استهدف كل المرافق الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين مديرية المصالح العقارية واحدة من تلك المديريات التي استهدفها الإرهاب في المدينة حلب التي ضربها الإرهاب في العديد من بناها ومؤسساتها مستهدفا مصالح المواطنين ومحاولا تعطيل الحياة العامة تعود دائما للنهوض من جديد كانت مديرية المصالح العقارية في حلب إحدى تلك المؤسسات التي استهدفت من قبل العصابات المسلحة لكنها عاودت عملها قبل مدة في مقرها الجديد بعد أشهر من التوقف حيث قام محافظ حلب محمد وحيد عقاد بتفقد واقع المديرية واطلع على سير العمل في شعبها وأقسامها وآلية تخديم المواطنين وتسهيل أمورهم وإنجاز معاملاتهم كما شدد العقاد على ضرورة توفير كل مستلزمات العمل لتمكين المديرية من إنجاز معاملات المواطنين مؤكدا أهمية الدور الخدمي الذي تقوم به ما يستلزم من العاملين فيها المزيد من العمل والتفاني والحرص على إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات قسم كبير من السجلات تضررت الغبرة قتلتنا ما في طاولات ما في كراسي جو جدا 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 سيء السجلات فوق بعضها حتى بالأراضي ممكن مثل ما نكون شايفين هاي الشغلات اللي كتير عم نعاني منا ومن صعوبة العمل أمشان نخدم المواطن على أكمل وجه كانوا بسبب أحراط ووصلونا هيك السجلات وهذا وضع يعني كتير نحن المكان وكتير صعب علينا كتير نحن دائرة خدمية مقدم خدمات للمواطنين دائرتنا الأساسية كانت في السبب بحرات في سبب المشاكل والعصابات المسلحة نقلنا سجلاتنا لمكان آمن إنشان نشتغل ونخدم المواطنين ولكن قبل نقل السجلات ظلوا في فترة معينة بالمستودع ونتيجة تسرب المياه إلى الأقبية في السبع بحرات تبلل بعض السجلات واليوم نقوم على إعادة ترميمة ونوعد الأخوة المواطنين بأقرب فرصة ممكنة نعيد بترميم السجلات وهي أملاك ناس ونحاول نحافظ عليها قدر الإمكان البيان قيد عقاري عم تمنحوا بشكل أصولي وما في أي تعقيدات في الأمر نهائيا يعني سجلات أغلبة موجودة والعمل قائم على قدم وسط كما استعرض المحافظ سير العمل في مشروع التصوير الضوئي لسجلات الصحائف العقارية الذي تنفذه المديرية بدعم وتعاون من المحافظة وعدد من المهندسين المتطوعين والذي يهدف لإجراء عملية التصوير الضوئي لكل السجلات العقارية وحفظ صور عنها حفاظا على أملاك المواطنين نتيجة العمال الإرهابية طبعا تم نقل هذه السجلات من مديرية مصالح العقارية بسبب أحرات إلى مكان آمن هو بالسريان الأديم طبعا نتيجة العمال الإرهابية تم طبعا قسم من السجلات تضرروا طبعا نتيجة استهداف البنية التحتية للإدارة قمنا طبعا بتوجيه من القيادة بنقل هذه السجلات إلى مكان آمن والآن نقوم بترميمها طبعا عن طريق تحليل الكرتون بحيث نأمن المادة اللازمة لإظهار هذه الكلمات بحيث لا تتلف الصحيفة العقارية ونحافظ على حقوق الناس الموجودة فيها حلب عاصمة سوريا الاقتصادية منذ القدم وكما كانت قوية وداعمة لاقتصاد السوري ستبقى قوية بأبنائها يعمرون ما خربت يد الغدر لتبقى حلب مرتكز اقتصادنا الوطني أوصل أمين العام للأمم المتحدة بنكيمون أمس بتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان الأندوف المنتشرة في الجولان العربي السوري المحتل ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بان قوله في تقرير إلى الأمم المتحدة إنه بسبب تطور الوضع في المجال الأمني بات من الضروري إدخال تعديلات إضافية على عمليات القوة وهذا يفترض بالدرجة الأولى تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لقوة الأمم المتحدة ومن ضمنها رفع عدد جنودها إلى 1250 وتحسين تجهيزاتها في موضوع منفصل تراجعت بشكل كبير حركة دخول المهجرين السوريين إلى الأراضي الأردنية عما كانت عليه خلال الأشهر الماضية فقد شهد الأردن منذ أربعة أيام تراجعا كبيرا في أعداد السوريين الراغبين في دخول الأردن فيما أكد مسؤولون أردنيون اتخاذ حكومتهم قرارا غير معلن بإغلاق عشرات نقاط العبور غير الشرعية بين البلدين وتقنين حركة الدخول عبر نقاط أخرى إلى ذلك يعاني آلف المهجرين السوريين الذين أجبرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة على ترك مدنهم وقراهم ومنازلهم باتجاه الأردن وغيرها من الدول المجاورة من الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات ما دفعهم إلى تزويج بناتهم القاصرات ظن منهم أن هذا الخيار يحميهم ويقدم لهن شكلا من أشكال الدعم في ظل ظروف إنسانية قاسية وعلى الرغم من خطورة الآثار الاجتماعية لذلك إلا أن الكثير من العوائل باتت تعتبر أن زواج الفتيات القاصرات يمثل أملا بحياة جديدة لهم وخلاصا من الظروف المأساوية التي تعيشها هذه العائلات في المخيمات التي أقيمت للمهجرين السوريين ساعة قليلة وتنطلق انتخابات الرئاسة في إيران حيث سيكون نحو خمسين مليون مواطن إيراني مدعوون لاختيار الرئيس القادم للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي سيخلف الرئيس محمود أحمد نجاد تفاصيل أوفة في رسالة موفدنا إلى طهران حالة من الترقب يعيشها الشارع الإيراني قبل ساعات قليلة تفصيله عن الاستحقاق الرئاسي مطالب الشعب الإيراني تنوعت ولكن الثوابت بقيت واحدة دعم المقاومة وإكمال مسيرة الملف النووي الإيراني سأعطي صوتي لقالباف لأنه مرشح الشعب هو الذي سيستطيع أن يغير الأوضاع هنا في البلد المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني وعلى كل الإيرانيين نشارك في هذه الانتخابات يجب أن نختار الشخص المناسب ليكون رئيس الجمهورية يجب على رئيس الجمهورية أن يكون مجتهد وأن يحقق أمال الشباب في إيران رئيس الجمهورية القادمة يجب أن يكون لديها علاقات جيدة مع الدول الأخرى نحن نتمسك أيضا بحقنا بالملف النووي الإيراني فهو مطلبنا الأول والأخير أن هناك تقدم علمي الشارع الإيراني على موعد مع انتخابات يعقد عليها آمالا وطموحات كثيرة كينان حجير من طهران لأخبار الدنيا في إطار سياستها التوسعية والتهويدية أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تخطت لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في شمال الضفة الغربية ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قولها اليوم أن هناك مخططات لبناء 538 وحدة سكنية استيطانية إضافية في مستوطنة إتامار وتشريع 137 وحدة بنيت في وقت سابق في المستوطنة ذاتها صدق البرلمان الأثيوبي اليوم على معاهدة مثيرة للجدل تضمن لأديس أباب أحقية استخدام مياه النيل وسط خلاف مرير مع مصر بسبب قرار إثيوبيا بناء سد على النهر وتحل هذه المعاهدة محل المعاهدة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان حق استغلال غالبية مياه النهر وتمنح المعاهدة الجديدة دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة نشرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس أول شريط مصور للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يتلقى العلاج في مشفى عسكري في فرنسا منذ 48 عاما والتقط هذا الشريط خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح للرئيس الثلاثاء وظهر فيه بوتفليقة جالسا مع الرجلين ومرتديا ملابس نوم وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن زيارة على هذا المستوى إلى بوتفليقة منذ بدء مشاكله الصحية الأخيرة في 27 من نيسان الماضي قضت محكمة الناحية بتونس مساء أمس الأربعاء بسجن الناشطات الثلاث في منظمة فيمن مدة أربعة أشهر ويوم واحد وفي حيثيات الحكم فقد حكم على المتهمات الأوروبيات بالسجن لثلاثة أشهر من أجل التجاهر بما ينافي الحياء وستة عشر يوما من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة وخمسة عشر يوما من أجل الهرج والتشويش وانتقد المحامي صهيب البحر قرار القضاء قائلا إنه سيء جدا وغير مناسب بالنظر إلى خطورة الأفعال واعتبر أن الأحكام التي صدرت بحق عشرين متورطا في أحداث السفارة الأمريكية باستجن سنتين مع تأجيل النفاذ كانت ألطف بكثير على حد قوله إلى ليبيا حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس تعيين دوبرا جونز سفيرة للولايات المتحدة في ليبيا بعد تسعة أشهر على مقتل السفير الأمريكي في هجوم وقع في مدينة بنغازي شرق البلاد وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مجلس الشيوخ الأمريكي صدق على تعيين جونز التي أقسمت اليمين أمس الأول خلال احتفال أقيم في وزارة الخارجية الأمريكية وتعمل جونز حاليا في معهد الشرق الأوسط بعد أن شغلت منصبة سفيرة لواشنطن في الكويت بين عامي 2008 و2011 وتخلف جونز المتزوجة من السفير الأمريكي في باكستان ريتشارد أولسن في منصبها الجديد كريستوفر ستيفنز الذي قتل في 11 من أيلول عام 2012 إثر هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي اعتقلت سلطات آل سعود عشرات الأشخاص خلال احتجاجات نظمتها هذا الأسبوع عائلات سعودية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وأولادهم المعتقلين في السجون السعودية دون تقديمهم للمحاكمة ونقلت ريترز عن ناشطين وشهود عيان قولهم إن قوات الأمن السعودية حاصرت يوم الثلاثاء الماضي نحو 100 من المحتجين خلال مظاهرة خرجت في مدينة بريدة أكبر المدن في منطقة القصيم واعتقلت عشرات المتظاهرين اشتركوا في القناة في تركيا لم تلقى دعوات الاستفتاء على مصير حديقة جيزي آذانا صاغية لدى الشارع التركي الذي أثبت بعد نحو إسبوعين من الاحتجاجات أن سقف مطالبه لا يقل عن الإطاحة بحكومة العدالة والتنمية استراحة المقاتل تلك التي يأخذها هؤلاء المتظاهرون وكذا أزلام أردوغان في الطرف الآخر كل منهم ينتظر ويراقب تراجعت معركة الأرض لتتقدم المعركة النفسية فلم يتوقع المتظاهرون يوما بأن مطالبتهم بأبسط حقوقهم سيعرضهم للعنف والقمع حتى رفعوا سقف مطالبهم ليصل لإسقاط رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان تطور الأحداث الدائرة في تركيا تباطأ بعد المعارك الأخيرة بسبب شعور الجميع بالإرهاق عربات ومدرعات الشرطة ترابط في ميدان تقسيم الذي فتح جزئيا أمام حركة المرور إنه اليوم السبع عشر من بدء المظاهرة ونحن نتوقع كل يوم شيء نفسه من هجوم الشرطة علينا أريد أن أقول للحكومة نريد حماية للحديقة ونريد حرية ومطالبنا لن تتغير يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة للحوار مع المتظاهرين الرافضين لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية والمحتجين على مشروع تغيير معالم ساحة تقسيم المتظاهرون الذين يدعون أنهم هنا لحماية البيئة يجب أن يتركوا حديقة جيزي في أقرب وقت ممكن وبعد مغادرتهم فأن المتظاهرين الذين ينتمون إلى منظمات غير قانونية سيواجهون الشرطة المتحدثة باسم المحتجين طالبت بوقف العنف فورا من قبل الأمن والشرطة ومحاكمة المتورطين منهم تحدثنا في حواراتنا عن تجاربنا في تقسيم ومطالبنا سوف تبقى محل نقاش ومن الضرورة أن تظل كيزي بمثابة حديقة وينبغي أن تطف الحكومة العنف وتحاسب المسؤولين عنه من الشرطة والأمن تسلسل الأحداث على الساحة التركية يفضي إلى نتيجة واحدة وهي أن المحتجين لن يتراجعوا حتى تنفيذ مطالبهم وأولها رحيل أردوغان عن السلطة استقال نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايكل موريل من منصبه مرجع عن قراره في الاستقالة إلى أسباب سرية وذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن فضيحة برنامج التجسس والمراقبة الذي تقوم به وكالة المخابرات والجهاز الأمن القومي الأمريكيان للحصول على معلومات شخصية لملايين الأشخاص داخل الولايات المتحدة وخارجها وذكرت أسوشيتت بريس أن موريل المعروف بدفاعه عن تقنيات وأساليب استجواب المعتقلين القاسية أعلن استقالته في تصريح نشر الليلة الماضية وأن نائبة مساعد الرئيس الأمريكي أفريل هاينس حلت محله بعد مضي 33 عاما على عمله في المجال الاستخبارة وصل آلاف المتظاهرين التدفق إلى أثنى أمام مقر المجموعة العامة للإذاعة والتلفزيون في اليونان في حين دعت أكبر نقابتين إلى إضراب عام في البلاد احتجاجا على قرار إغلاق القناة العامة الذي كان له وقع الصدمة في البلاد ولد الرأي العام وفي فترة الظهر بلغ عدد المتظاهرين 15 ألفا في سائر أنحاء البلاد بحسب الشرطة في حين تحدث المنظمون عن 20 ألف متظاهر وفي أثنى لبى حوالي 10 ألاف متظاهر الدعوة إلى تجمع أطلقتها نقابات القطاعين العام والخاص أمام مقر قناة IRT تنديدا بسياسات التقشف التي تطال القطاع العام إضرابات في أوروبا وآسيا تسبب أضرارا مادية لكن الأضرار لا تقارن بأضرار ما بعد غضب الطبيعة جولتنا العالمية لهذا اليوم تبدأ من قلب أوروبا فرنسا وتحديدا من العاصمة باريس حيث من أن نتوقع أن تواجه فرنسا إضرابا على نطاق واسع من قبل عمال خدمات السكك الحديدية والنقابات للمطالبة بإصلاحات شاملة في قطاع السكك الحديدية الأمر الذي قد يشل حركة القطاعات والمترو ومن إضراب فرنسا إلى إضراب تايوان حيث أضرب المزارعون احتجاجا على قرار الحكومي الذي يمنع ذبح الدواجن إلا في المسالخ خوفا من تفشي مرض إنفلوانزا الطيور الأمر الذي اعتبره المزارعون أنه قد يصبح حكرا على المسالخ الكبيرة فقط وأخيرا ننتقل من الإضرابات إلى الكوارث العالمية حيث دمرت الحرائق الغاضبة في ولاية كولارادو الأمريكية أكثر من 90 منزلا وألحقت العديد من الأضرار فأعلن بحالة الطوارئ في الولاية نشرة انتهت ولم يبقى إلا أن نذكر بالعنوين مجزرة مروعة في حطلة بدير الزور راح ضحيتها عشرات الأبرياء الإرهاب الغادر يزور مطار دمشق الدولي ولا يؤثر على حركة المطار خلق أمريكي غربي من انتصارات الجيش العربي السوري ودعوات لوقف انتصارات الجيش ختم النشرة بأمان الله اشتركوا في القناة